تحدي دل وسبوع، تحدي أطبق، معمولاً للمستقبل أشياء الترنز التي يمكن الشفص يستخدموها ولا أشياء التكنيك التي ستنفع 15 سنة من هنا بدنا المكونات التي نستعملها تكون صحية بدنا نخفف استعمال اللحمة ونخفف استعمال السمك الترنز هي فيجتاريون وفيغان لأن في الوقت الاندوسترال فود سيستم بتاعتنا بايس شف شرب للمرة الثانية أنت تنورنا على طاولة التذوق كل الاحترام والتقدير لك كثير مهمة أنه قالي الفرصة عن الجديد عمال الحكام وشوف عايشو عم ينبشوا ومحمد استيرتها شوف شو باقي الشفص هيطلعوا بهالتحدي طالع عند الحكام عندي قصة طويلة يخبرونيها عم برجع تطلع بأطبائي وواسق منهم مية بالمية وصلت عند الحكام الرياض كلها تحت الحكام كثير حلوة باقي الشرح موسيقى 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 أريد أن أعرف أفشف باتريك ما هي الطبقة التي أخبرتها؟ أو أطبائك التي أخبرتها؟ أنا شايف مستقبل بلا لحمة، بلا تجاج وبلا سمك رح نقول كلنا على الخضرة عملت قائمة طعام ثلاث أطباق كلهم مكونين من خضار عملت ترتار جزر كموعب بلاد ريسيبي إثيوبيا وكرمال مان كبشي بالمطبخ قشرت الجزر عملتها تشيبس على جنب فيه كرام فيها ذل ملح وبهار أسود تاني شي كطباق رئيسي عملت فيجيتاريون فرايد رايس معمول من الأرنبيت مع فيجيتاريون بيف ثلاث طباق عملت ثلاث ملاميس من الرزب حليب مع شوية كرام بالسيفون لأنه سيغلق بالنسبة لي من أهم المكونات التي سنستعملها هي الهواء فكرمال هكذا فواطة هوا بقلب الكرام شيف باتريك ديك ألف عافية إن شاء الله حتى نقدر نشوف المستقبل بتكلم عنه صحتين خلينا نشوف إذا طريقة التقديم توحي المستقبل شيف مارون طريقة التقديم ما بتوحي كثيرا مستقبل بتوحي بالحاضر وشوي بالماضي كمين التقديم خانو شويتان بس الترند اللي هو كان بيتكلم فيه الهواء والأشياء هذي يعني فكر في التحدي بطريقة مرة صحة